اشتركوا في القناة ان رياضة الدراجات تسير بخطة ثابتة نحو مواصلة الازدهار والتطور وسجلت انجازات متعددة في الفترة الماضية في المحافل الخارجية حيث يشكل الطواف عاملا رئيسيا في رفض المنتخبات الوطنية للدراجات باللعبين البحرينيين ووصولهم الى الاحتراف بشكل متدرج هذا وقيمت البرحلة الاولى من الطواف لمسافة 65 كم حيث تم تتويج الفائزين بحضور مسؤولي الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية والدعمين للطواف من طيران الخليج وشركة البحرين السلكية واللاسلكية بتلكو وشركة نفط البحرين بابكو وعدد من المسؤولين واستطاع الدراج جاسم محمد حسين من تحقيق المركز الاول في فئة البحرينيين فيما حافز الدراج اسامة منصور اوحز على المركز الاول في فئة الخليجيين الهوى وسوف يتواصل الطواف باقامة المرحلة الثانية لمسافة 155 كم انطلاقا من مجمع الافنيوز حتى بلاج الجزائر ترجمة نانسي قنقر